هو مشروع من أهم المشاريع الربحية اللي ممكن تبدأها من الصفر وتوصل في ظرف سنة واحدة إنك تبقى مليونير بدون مبالغة يعني مشروع تربية الأرانب اللي بيعتبر مشروع مهم جدا وبيحقق ثروات طائلة لو لعب فيه الحظ ويعرف صاحبه إزاي يديره وإحنا عن نفسنا هنقولك إزاي تبقى مليونير من خلال تربية الأرانب بس بعد الفاصل معكم رائد حاكم أهلا بكم بيفضل الكتير من الناس تناول لحوم الأرانب نظرا لأنها لذيذة وشاهية أولا ولأن نسبة الدهون فيها قليلة تكاد تكون منعدمة يعني ثانيا إضافة إلى أنها سهلة الهضم ومفيدة للجسم وبيعد الأرنب حيوان أليف يمكن تربيته بأكثر من طريقة ومن فترات مش بعيدة كان بيتم تربيته داخل حديقة المنزل وفي بيوت المزارعين وكان الأرنب بيقوم بحفر أنفاءه بنفسه تحت الأرض داخل الحديقة وهو وحده اللي بيستطيع الدخول إليها والخروج منها في حالة البحث عن الطعام ثم تطور أمر تربية الأرنب لحد ما وصلت إلى البطاريات أو البوكسات الخشبية أو الأقفاص المنتشرة في الوقت الراهن وبيتميز الأرنب بقدرته الإنتاجية الضخمة وده اللي بيشجع ناس كتير على تربيته والربح من خلال بيع إنتاجه من الأرنب الصغيرة لمحلات بيع الطيور واللحوم وحتى للراغبين في تربيته وبيكثر الإقبال على شراء الأرنب من الأفراد والمطاعم والفنادق وكمان بيكثر الحاجة إليها بتعد فكرة مشروع تربية الأرنب فكرة جيدة ومشروع مربح وناجح وعلشان تقوم بتنفيذ المشروع بالصورة الصحيحة هتحتاج لأنك تعرف بعض الأمور أولا الموقع والمساحة المناسبة وكل اللي هتحتاجه لتنفيذ مشروع صغير لتربية الأرنب هو حجرة قوضة واحدة صغيرة داخل منزلك في الحديقة أو منعزلة فوق سطح المنزل لكن احرص على تهويتها بشكل جيد واحرص كمان على تأمينها من الحشرات والقارد والأتربة ثانيا التجهيزات اللازمة بعد ما هتوفر المساحة اللي هتلزمك لتنفيذ مشروعك لتربية الأرنب هتحتاج لبعض التجهيزات زي توفير أقفاص للتربية أقفاص للذكور وأقفاص للإناث وأقفاص للناتج أو الموليد وأقفاص أخرى للأرنب المريضة توفير قطيع التربية لكل خمس إناث ذكر توفير العلف اللازم توفير الأدوية والمطهرات وتوفير دفاية لتدفئة الأرنب ثالثا الأي دي العاملة اللازمة الأرنب بصراحة بتتأثر بدخول الناس الغريبة إلى حجرتها علشان كده بينصح بعدم تعرضهم للمشاهدة من الناس الغريبة علشان ما يتعرضوش للحسد وده مش كلامه خلاص دي حقيقة كل اللي بيربه الأرنب عرفينها وكل اللي هتحتاج إليه في مشروعك الصغير هو عامل واحد للاهتمام بموعيد التغذية ووضع الأدوية وتنظيف المكان ويمكنك الاستعانة بمهندس زراعي من حين لآخر لمتابعة الأرنب والإشراف عليهم رابع حاجة هي التسويق يمكنك التسويق لمشروعك بأكتر من طريقة زي مثلا التوزيع لمحلات بيع الطيور المختلفة ممكن تتعاقد مع المطاعم والفنادق على توريد الحاجة اللي تلزمهم من الأرنب ممكن توزع لتجار الأرنب في الأسواء وممكن تبيع للراغبين في تربية الأرنب خامس حاجة هي النصائح ممكن تفيدك بعض النصائح عشان تعمل بها في حال إقبالك على تنفيذ المشروع أول حاجة إنك تحسن اختيار الإناث والذكور وإنك تبعد عن الأرنب السمينة أو اللي فيها تشوهات وتقدر تبيع الأرنب في عمر شهرين وابعد تماما عن شراء الأرنب الكسولة واعزل الأرنب المريضة علشان ما تنقلش العدوى للأرنب الأخرى واستشير اللي عندهم خبرة في تربية الأرنب قبل الإقبال على شراء الأرنب اللي هتقوم بتربيتها عزيزي المشاهدين في النهاية بنقول إن مشروع تربية الأرنب هو طبعا مشروع مربح وناجح وبسيط حضرتك أو حضرتك تقدر أو تقدر يتنفزوه بكل سهولة وبكل بساطة لو اتحمست لي للموضوع ده ابدأ في تنفيذه فورا لإنه ببساطة ممكن يخليك تحقق مليون جنيه كاملة بعد سنة واحدة بس من بدايتك في هذا المشروع نشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعة كنت معاكم أنا رائد حاكم في أمان الله اشتركوا في القناة